بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ على بركة الله المحاضرة الثالثة في المقرر الدراسي الاقتصاد التحليلي الكلي هذه المحاضرة سوف نتعرف فيها عن النظرية الكلاسيكية والنظرية الكنزية وسوف نقوم بمقارنة بين النظريتين الكلاسيكية والكنزية كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن ترقياس النشاط الاقتصادي أو ترقياس الدخل القومي ومقييس الدخل القومي والدخل القومي والأرقام القياسية وتحدثنا كيف النادج القومي الحقيقي والنادج القومي النقدي وكيف أن النادج القومي الحقيقي يستخدم الأسعار التابتة والنادج القومي النقدي يستخدم الأسعار الجارية وتعرفنا طبعا على ترقياس النشاط الاقتصادي واخدينا مجموعة أمثلة وتمارين التمارين هذه وضحتنا شيف فرق ما بين كل طريقة وطريقة وهي قلنا ثلاثة طرق طريقة الإنفاق وطريقة الدخل المكتسب وطريقة القيمة المضافة محاضرتنا لهذا اليوم سوف تتحدث عن النظرية الكلاسيكية سنتعرف عن النظرية الكلاسيكية كتعريف ثم سنتناول منحن العرض الكلاسيكي ثم سنتناول التوازن في سوق الصلع والخدمات التوازن في سوق رأس المال نظرية كمية النقود اللي هي من ضمن المفردات اللي احنا اذكرناها بعد ذلك سوف ننتقل إلى النظرية الكنزية أو النظرية الحديثة ثم ننتقل إلى مقارنة في جدول بين النظريتين النظرية الكلاسيكية والنظرية الكلاسيكية والنظرية الكنزية والآن نبدأ على بركة الله في هذه المحاضرة ونستعرض التعريف بالنظرية الكلاسيكية في الشريحة التالية التعريف بالنظرية الكلاسيكية يعتقد الكلاسيك أن المحدد الرئيسي للناتج القومي وكذلك مستوى التوظف هو جانب العرض أو سلوك المنتجين وقراراتهم الاستثمارية فالمنتجون وحدهم هم من يحددون حجم الناتج وهم يقومون بتوظيف الموارد الاقتصادية ويوجهونها نحو أنتاج ذلك المستوى من الناتج هنا الفكرة تقول بأن الكلاسيك يعتبروا أو يعتقدوا أن المحدد الرئيسي لمستوى الناتج القومي ومستوى التوظف هو جانب العرض طبعا جانب العرض ليهو بيمتل سلوك المنتجين والقرارات الاستثمارية أمتحهم فالمنتجون هم اللي حددوا حجم الناتج وهم اللي يقوموا بتوظيف الموارد الاقتصادية المتعارفة عليها يوجه نحو أنتاج المستوى من الناتج وافتراض النظرية هذه تقول أن الاقتصاد دائما في حال التوظف كامل يعني ما فيه شيء لا فائد ولا عجز حيث تفترض النظرية أن الاقتصاد في حال التوظف كامل دائما وعندما يتجه الاقتصاد نحو مستوى أقل من مستوى التوظف فإنه سيرجع تلقائيا إلى ذلك الوضع أي إلى حالة التوازن في طل التوظف الكامل طبعا إحنا زي ما نعرفه التوظف الكامل اللي هو ما فيه شيء عجز أو ما فيه شيء فائد يعني هنا التوظف الكامل لازم يكون في حالة اقتصادية جيدة النظرية الكلاسيكية والنظرية التقليدية تقول أن الاقتصاد دائما يشتغل أو يعمل في حالة التوظف كامل وفي حالة أن الاقتصاد اتجه لمستوى أقل من مستوى التوظف يعني صار فيه انخفاض هل انخفاض هذا بعد فترة معينة سيرجع تلقائيا إلى وضع التوازن الأول أو إلى حالة التوازن اللي هي في ظل التوظف الكامل طبعا مصدقية لها الكلام هذا أو للنظرية هذه جاء العالم بساي ووضع القانون الاقتصادي متاعه اللي هو قال أن العرض يخلق الطلب أن العرض يخلق الطلب دائما طبعا هنا شن مقصود بأن العرض يخلق الطلب أن أي إنتاج أو أي عرض أو أي معروض يعني من السلع اللي موجودة في السوق هو اللي بيخلي فيه طلب عليه كبير أي عرض يعرض سوف يؤدي إلى طلب ويؤدي إلى شراء الكمية المطلوبة وبالتالي لا يمكن أن يحدث عجز العرض هو اللي بيجيب الطلب هو اللي بيجيب الناس اللي بيتشري الكمية المطلوبة من الأسواق وغيرها باعتقادهم من أن كل السلع التي يتم إنتاجها سيتم شراءها تلقائيا يعني ما فيش هنا كمية تقعد موجودة في السوق أو كمية ما تنباعش ولكن كلها سيتم أي سلعة يتم عرضها سيتم بيعها تلقائيا وصرفها تلقائيا مش هيكون فيه فائض في الكمية المعروضة وهذا يعني أن عدم إمكانية حصول نقص في الطلب الفعال في السوق لأن العرض دائما ما يخلق طلبا مساويا له زي ما قلت لكم طالما أنه فيه عرض كبير طالما فيه production إنتاج إذن العرض هو بيخلق لي الطلب طالما يخلق لي الطلب فيه ناس تشري فيه كمية مطلوبة سيحدث فيها أخذها الكمية هذه أو صرفها الكمية هذه إذن التوازن التلقائي موجود إن كل طلب كلي يساوي عرض كلي أو كل معروض يساوي ليه مطلوب كل كمية معروضة مساوية لها كمية مطلوبة وهذه طبعا تظل مجرد افتراضات في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية اللي انشهرت بالعالم ساي واللي وضع المقولة المشهورة أو المعروفة إن العرض يخلق الطلب دائما هذا بالنسبة لي كتعريف بالنظرية الكلاسيكية وفحوى النظرية الكلاسيكية بشكل مختصر ننتقل الآن إلى الشريحة التالية الآن سوف نتحدث عن منحن العرض الكلاسيكي في المدى الطويل أو في الأمد الطويل وسوف نتحدث في التوازن في سوق السلع والخدمات يعني سنتكلم على نظرية كمية النقود منحن العرض الكلاسيكي في الأمد الطويل هو عبارة عن خط مستقيم موازيا للمحور الرأسي السبب لأن النظرية تفترض أن السلع التي تنتج في المجتمع يتم شراءها طول يتم شراءها تلقائيا أي أن الكمية المعروضة تابتة في المدى الطويل مهما حصلت من تغيرات على الأسعار أو على الطلب الكلي أبناءنا الطلبة لو تتفكروا في منحنيات أو أشكال مرونة الطلب أو مرونة العرض كان من ضمن الأشكال عندنا طلب عديم المرونة طلب عديم المرونة قلنا أن الكمية المطلوبة ستبقى كمية تابتة الكمية هذه مهما حدثت أو حصلت من تغيرات في الأسعار أو على مستوى الطلب الكلي ستبقى نفس الكمية المطلوبة التي تأخذ نفس الشيء سيحدث في منحنة العرض عديم المرونة فإذا لما قلت منحنة طلب عديم المرونة أو منحنة عرض عديم المرونة يعني الكمية تابتة التي تأخذ مهما حصلت في تغيرات على مستوى الأسعار أو على الطلب الكلي وبذلك الخط منحنة طلب عديم المرونة أو منحنة عرض عديم المرونة يمثل خط مستقيم خط عمودي موازية للمحور الرأسي منتع الأسعار نعود منحنة العرض الكلاسيكي في المدى الطويل قلنا هو فكرة تشبه فكرة الطلب عديم المرونة أو العرض عديم المرونة هو يمثل خط مستقيم موازي للمحور الرأسي لماذا خط مستقيم موازي للمحور الرأسي؟ لأن افتراضات النظرية أن السلع التي تنتج في المجتمع يتم شراؤها كما قلنا بكري أنه لا يوجد سلعة أو لا يوجد انتاج أو عرض يوجد فيه فائض أو كمية معروضة بشكل كبير أي شيء يعرض يتم طلبة تلقائيا لأن الكمية المعروضة هنا تابتة في الأمد الطويل أو في المدى الطويل مهما حصلت من تغيرات على الأسعار أو على الطلب الكل وبذلك شكل منحنة العرض الكلاسيكي في الأمد الطويل هو عبارة عن خط مستقيم أو عمودي موازية للمحور الرأسي اللي يمثل الأسعار هذا بالنسبة لمنحنة العرض الكلاسيكي وبعد تالي طبعاً هناخد منحنة العرض الكنزي باش نديره مقارنة ما بين منحنة العرض الكلاسيكي في الأمد الطويل ومنحنة العرض الكنزي ننتقل بعدها إلى التوازن في سوق السلع والخدمات وفق هذه النظرية كيف يكون? طبعاً التوازن في سوق السلع والخدمات هنا تحديداً نستعرض نظرية كمية النقود فعالجت النظرية الكلاسيكية التوازن في سوق السلع والخدمات من خلال ما يعرف بمعادلة التبادل لأرفانش فيشر والتي تفترض تحقق التوازن في سوق السلع والخدمات عندما يتساوى الطلب الكلي على السلع والخدمات مع العرض الكلي الطلب الكلي يساوي العرض الكلي فيما يتعلق بالسلع والخدمات إذن نظرية الكلاسيكية عالجة التوازن اللي يحدث في سوق السلع والخدمات من خلال ما يعرف بمعادلة التبادل لفشر والتي تفترض لمعادلة هذه تحقيق أو تحقق التوازن في سوق السلع والخدمات كيف يتم التوازن الطلب الكلي يساوي العرض الكلي يعني هنا هنقوله الـ A D يساوي الـ A S وهو العرض الكلي ننتقل الآن إلى الشريحة التي تليها طبعا وفقا للمعادلة سابقة معادلة فشر والتي تحدثنا فيها أنه كيف يحدث التوازن في سوق السلع والخدمات بين الطلب على السلع والخدمات وعرض هذه السلع أو عرض السلع والخدمات وقلنا أن التوازن يحدث عندما يكون الطلب الكلي يساوي العرض الكلي يمتل الطلب الكلي وفق هذه المعادلة وهي معادلة فشر القيمة النقدية للسلع والخدمات المتداولة القيمة النقدية welche قيمة النقود والتي هو عبارة عن كمية النقود المتداولة مضروبة في سرعة التداول إذن كمية النقود التي أعطيناها الرمز M في سرعة تداول النقود التي أعطيناها الرمز V هذا بالنسبة للطلب الكلي يعني الجزء الأول من المعادلة أو معادلة التوازن أما العرض الكلي للسلع والخدمات فهو عبارة عن كمية السلع والخدمات يعني الكيو الجزء الثاني مضروبا في أسعارها وهي بي بي متوسط الأسعار وعليه يتحقق التوازن عندما يتساوى عرض النقود مع الطلب على النقود أو طلب النقود مع عرضها إذن لما جئنا تحدثنا عن التوازن في سوق الصلع قلنا يحدث نتيجة لتساوي أو تعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي الطلب الكلي وفق معادلة فشر يمثل القيمة النقدية للسلع والخدمات يعني قيمة النقود للسلع والخدمات اللي هي معروفة طبعا بجزئين كمية النقود المتداولة المضروبة في سرعة تداولها الفي هذا الجزء الأول يمثل الطلب الكلي الجزء الثاني اللي يمثل العرض الكلي هو عبارة عن البي في الكيو يعني هو عبارة عن كمية السلع والخدمات كمية السلع والخدمات هي الكيو مضروبة في البي اللي هي الأسعار أو متوسط الأسعار وعليه يتحقق التوازن عندما يتساوى عرض النقود مع الطلب على النقود أو الطلب على النقود مع عرض النقود طبعا احنا المعادلة كيف نقروها يعني من اللي مين أو اللي صار المهم هنا تحقيق التوازن مبناتهم يعني هنا هيحدث فيه عرض نقود مساوية لطلب النقود أو طلب نقود مساوية لعرض النقود مهم الزوز متساويين مع بعضهم ويمكن التعبير عن معادلة التبادل لفشر العالم بالصيغة الرياضية التالية طبعا احنا دائما علم الاقتصاد اي ان كان فرع من فروع الاقتصاد المعادلات الاقتصادية هذه سوى كانت الحديثة أو المعادلات الاقتصادية اللي تمتل قوانين معينة هي اللي توضحنا بالضبط كيف تحليل القوانين وكيف التفسير والتحليل الاقتصادي لهالقوانين هيا وكيف احنا نعرفوا ان الرموز هذه تمتل كل رمز فيهم شين يمتل وشين معناه وشين تفسيره فهنا عندنا المعادلة الرياضية اللي تقول ان الطلب الكل يساوي العرض الكلي طبعا احنا الطلب الكل والعرض الكلي نتحدثوا على جانب نظرية النقود منتحدثوش على الطلب الكل والعرض الكلي في جانب اخر فهنا نقولوا الام دوت في ام عندي هنا كمية النقود المتداولة والفي عندي سرعة تداول النقود هذا يمثل الطلب الكلي يساوي البي اللي هي تمثل الأسعار أو متوسط الأسعار الكيو كمية السلع والخدمات المتداولة يعني الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر الطلب الكلي يساوي العرض الكلي الطلب الكلي متمثل فيه كمية النقود وسرعة تداول النقود والعرض الكلي متمثل فيه كمية السلع والخدمات والأسعار متاع النقود أو متوسط الأسعار هذا فيما يتعلق بمعادلة التبادل اللي يتمثل الطلب الكلي والعرض الكلي وتمثل عرض النقود والطلب عليها ننتقل الآن إلى الشريحة التالية في هذه الشريحة سوف نتحدث عن التوازن في سوق رأس المال أو التغيرات الحقيقية التي تحدث في الاستثمار وسعر الفائدة يعني التغيرات اللي بتصير في الاستثمار وسعر الفائدة شن يترتب عليها وهذا بيكون طبعا عندما يتساوى الطلب على رأس المال اللي هو الاستثمار مع عرض رأس المال اللي هو نقصده به الادخار يتحقق التوازن في سوق رأس المال عندما يتساوى الطلب على رأس المال الاستثمار يعني الطلب الاستثماري مع عرض رأس المال الادخار يعني هنا كأننا بنساوى ما بين الاي الاستثمار والادخار اس ويرى الكلاسيك أو النظرية الكلاسيكية أن مرونة سعر الفائدة كفيلة بتحقيق التوازن بين الإدخار والاستثمار شو معنى مرونة سعر الفائدة؟ يعني سعر الفائدة لما ينخفض لما بيرتفع شني التوازن أو كيف تتأثر أسعار الفائدة في الاستثمار وكيف تخلي التوازن يحدث ما بين الإدخار والاستثمار فهنا يقال لك عنده سعر فائدة I0 يعني سعر الفائدة الأول يكون حجم الاستثمار مساوية لحجم الإدخار يعني هنا سيكون فيه تساوي أو سيكون فيه توازن يعني I تساوي S عندما يكون سعر الفائدة I0 أما إذا كان سعر الفائدة أقل من سعر الفائدة التوازني يعني I1 نفترض أنه هو أقل من السعر التوازني هنا يكون الطلب على الأموال المعدة للاستثمار أكبر من عرض الأموال المعدة للإقراط يعني إذا كان سعر الفائدة انتقل من I0 إلى I1 I1 ستكون نقطة أقل من I0 I0 هي النقطة اللي صار فيها توازن ما بين الاستثمار والإدخار لكن سعر الفائدة لما بيكون أقل من نقطة التوازن اللي صارت فيها تساوي أو توازن بين I والS هنا بيكون الطلب على الأموال المعدة للاستثمار أكبر من عرض الأموال كيف؟ يعني الأموال اللي إحنا نبوها باش نستثمروا بيها أكبر من عرض الأموال اللي إحنا مجهزينها للإقتراط يعني لما إحنا نبوها نستثمروا أو نطلبوا الفلوس للاستثمار أكبر من الأموال المعروضة وأكبر من عرض الأموال المعدة أو جاهزة للإقراط هذا طبعا بدورة يؤدي إلى رفع سعر الفائدة لأن طالما عندي طلب على الأموال أو عندي طلب استثماري والطلب هذا كان أكبر من عرض الأموال يعني العرض اللي جاهز للإقراط إذن هذا بيؤدي إلى رفع سعر الفائدة لأن إحنا ديما زي ما نعرفوا أن الطلب لما يكون مرتفع أو الطلب لما يكون من الجمهور سواء كان الطلب في المشتريات أو الطلب عليه الاستثمار فإن هذا بيؤدي إلى رفع الأسعار سواء كان الأسعار السلع أو رفع أسعار الفائدة في حين نتحدثوا هنا عليه الطلب على الاستثمار وعرض الأموال للإقراط فطالما صار فيه طلب على الأموال المعدة للاستثمار يعني فيه طلب استثماري وكان أكبر من عرض الأموال فهذا يؤدي إلى رفع سعر الفائدة إلى أن يصل إلى مستوى التوازن الذي يحقق التساوي بين الإدخار والاستثمار عندما صار فيه طلب الاستثماري أكبر من عرض الأموال هذا أدى بدوره لرفع سعر الفائدة وصل سعر الفائدة لما رفعناه إلى مستوى التوازن الذي يحقق التساوي بين الإدخار والاستثمار يعني هنا كأنه يقول لك سعر الفائدة يبينخفض أقل من السعر التوازني واللي هو صار فيه من الآي زيرو إلى آي ون لما صار آي ون معناها طلب استثماري أكبر من عرض أموال المعدة للإقراط طالما فيه طلب أكبر من عرض إذن هذا يؤدي لرفع السعر مرة أخرى إلى أن يصل إلى مستوى التوازن مستوى التوازن هو التساوي الآي مع الآيس يعني هنا بتكون فيه مدخرات واستثمارات مساوية لبعضها طبعا يحدث العكس عندما يرتفع سعر الفائدة فوق مستوى التوازن وفي هذا المجال في الشريحة التالية سوف نتحدث عن هذا الموضوع وأمامنا الشكل اللي يمثل كيف التغيرات الحقيقية التي تحدث في الاستثمار وسعر الفائدة أو التي تحدث بين الاستثمار وسعر الفائدة الآن هذه الشريحة توضح آلية تحقيق التوازن في سوق السلع والخدمات من خلال طبعا الاستعانة بالرسم البياني احنا اختنا فيما سابق منحنة العرض الكلاسيكي وقلنا منحنة العرض الكلاسيكي هو عبارة عن منحنة بيكون عديم المرونة يعني مهما تغيرت الأسعار فأن المنحنة سيبقى كما هو يعني المنحنة تابت في حالة الأسعار نخفضت أو نزلت الشكل طبعا لأمامي بيوضح منحنة العرض الكلاسيكي اللي هو منحنة عديم المرونة طبعا هذا المنحنة موازي لمنحنة الأسعار عمودي كما نراه أمامنا منحنة الطلب الأول أو منحنة الطلب الكلي الأول AD1 هو عبارة عن منحنة يتقاطع مع منحنة العرض الكلاسيكي الاس ومنحنة الطلب الثاني AD2 يتقاطع مع منحنة العرض الكلاسيكي اللي هو الاس يعني الزوز يتقاطع مع منحنة العرض الكلاسيكي ولكن يتقاطع في واحد منهم منحنة الطلب الأول يتقاطع في البداية ومنحنة الطلب الثاني يتقاطع في أعلى منحنة العرض الكلاسيكي طبعا لما نجوا نفسروا الرسم أو الشكل الموجود أمامنا وفق النظرية الكلاسيكية أو النظرية التقليدية نلاحظوا أن منحن الطلب الكلاسيكي AD1 في مختلف كميات الإنتاج التي يتم شراءها أو يتم الإنفاق عليها عند مختلف الأسعار يعني B1 والB2 والB3 عند مقدار معين من عرض النقود يعني تلاحظوا مثلا AD1 في الشكل الموجود أمامنا يتقاطع مع منحن العرض منحن الطلب الكلاسيكي يتقاطع مع منحن العرض الكلاسيكي لاحظوا هنا السعر B1 واللاحظوا هنا هو B1 هو نقطة التقاطع أو نقطة التوازن اللي يتبين AD1 مع الAS فهذه نقطة التوازن أو مقدار معين من عرض النقود مع الطلب على النقود هذا تفسيره أن أي نقطة واقعة على منحن الطلب تمثل نقطة التوازن نقطة التوازن بين شكون وشكون بين منشآت العمال أو المنشآت في العمل والقطاع النقدي اللي موجود فيه المبالغ طبعا مع تبات سعر التداول النقود أو سرعة التداول النقود فمقدار الإنفاق هنا في أي فترة زمنية معينة يعتمد بالكامل على كمية النقود المتداولة بين الناس يعني اللي يحتفظ بها أفراد المجتمع كمية النقود متداولة بين الناس اللي محتفظين بها أفراد المجتمع في خلال هذه الفترة ومن هنا لاحظوا أن كل رصيد نقدي يوجد لي منحنة طلب كلي وعنده زيادة عرض النقود الـ A-S فهنا ينتقل منحنة طلب الكلي إلى أعلى ناحية اليمين زي ما قلنا بكري ويحدث هنا التوازن الثاني في الـ A-D-2 مع الـ A-S يعني الطلب على النقود الثاني مع الـ A-S طبعا هنا بافتراض أن الكلاسيك يعني يفترضه أن مرونة الأسعار اللي هي الـ B-1 والـ B-2 قادرة على تحقيق التوازن الكلي أو التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي على السلع والخدمات يعني هنا الارتفاع أو الانخفاض فيه اللي هي مرونة أن هي مهما ارتفعت الأسعار أو انخفضت الأسعار ولكن مرونة الأسعار هذه في زيادة والانخفاض هي اللي تحقق التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي زي ما قلنا أن الطلب الكلي حيرتفع من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية يعني من الـ A-D-1 إلى الـ A-D-2 وحيحدث فيه توازن مع عرض النقود طبعا عرض النقود اللاحظوا أنه هو جامد وعرض موازي للأسعار فنقطة التوازن الأولى بين عرض النقود الـ A-S وبين الطلب على النقود الـ A-D-1 ستكون الـ B-1 ونقطة التوازن الثانية بين عرض النقود الـ A-S وبين الطلب على النقود الـ A-D-2 عندها B-4 اللي هو السعر الرابع فزي ما قلنا أنه يتحقق التوازن عنده النقطة الأولى اللي يتقاطع فيها منحنة الـ A-D-1 ومنحنة A-S يعني الطلب على النقود وعرض النقود عندما يكون السعر B-1 وهذا سوف يحقق مستوى انفاق Y-1 يعني عند السعر الأول سوف يتحقق مستوى الانفاق اللي هو احنا رمزنا لها بالرمز Y-1 اللي موجود أمامنا أما إذا كان مستوى السعر ارتفع على نقطة التوازن الأولى اللي صار فيها توازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي فالـ B-2 هني شن مقصود بها أو شن اللي يصير فيها هني بيقوموا الأفراد بانفاق المبالغ اللي موجودة عندهم اللي هتكون فائض في العرض الفائض اللي في العرضة هذا سوف يؤدي إلى أو يشجع الشركات على التنافس فيما بينها طبعا الحصول عليه زباين للسلع والخدمات اللي يسوقوها ويحدد ذلك من خلال تخفيض الأسعار إلى أن يصل إلى مستوى التوازن الـ B-1 هذا في حالة أن هي الأسعار كانت مرتفعة عندي أعلى من نقطة التوازن اللي صار فيها تساوي أو توازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي فانتقل سعر من الـ B-1 إلى B-2 فوضحنا شن يصير هنا أن الأفراد بينفقوا المبالغ متحهم ويكون فيه فائط في العرض زي ما اللحظوا لأنه في الـ B-2 أو في السعر الثاني حيكون عرضه النقود أعلى من نقطة التوازن الأولى اللي صار فيها توازن بين الطلب والعرض إذن هنا حيكون عندي فائط في العرض هذا الفائط يشجع الشركات على أن هي تتنافس فيما بينها وفي بعضها باش يتحصلوا عليه زباين للسلع متحهم أو الخدمات ويحدث ذلك من خلال تخفيض الأسعار إلى أن تصل إلى مستوى التوازن الأول يعني الزباين هو والتنافس هذا فيما بينهم يصير باعتالي في تخفيض في الأسعار أو يؤدي إلى تخفيض في الأسعار ونرجع إلى نقطة التوازن الأولى أما إذا حدث العكس يعني إذا كان مستوى الأجر السائد في السوق الموجود أقل من مستوى الأجر التوازني ويكون نحن نقوله عنده الـ W على B يعني الأجر عليه السعر في المستوى الأول فالطلب على العمل هنا بيكون أكبر من عرض العمل وعليه في هذه الحالة تحدث نوع من المنافسة بين رجال الأعمال على زيادة الأجر النقدي وبتبات مستوى الأسعار يزيد الأجر الحقيقي إذن في حالة أن مستوى الأجر السائد في السوق كان أقل من مستوى الأجر التوازني يعني المتداول في السوق أقل من مستوى الأجر التوازني اللي موجود عندنا فهذا يؤدي إلى أن الطلب على العمل سيكون أكبر من عرض العمل يعني الناس تطلب العمل أو تطلب ناس تشتغل أكبر من عرض العمل أكبر من أنها تكون عمالة موجودة عندي وهنا تحدث منافسة بين رجال الأعمال والتجار أنه يزيدوا الأجر النقدي ويتبتوا مستوى الأسعار وبتبات مستوى الأسعار يزيد الأجر الحقيقي وطبعا بما أن الأجر الحقيقي زاد إذن يقل الطلب عليه العمل ويزداد عرض العمل إلى أن يرتفع الأجر الحقيقي مرة أخرى إلى المستوى التوازني يتساوى فيه أو يتساوى عنده الطلب على العمل مع عرض العمل إذن إحنا هنا تحدثنا عليه الحالات التي تصير فيها توازن والحالات التي تصير فيها عدم التوازن بالانخفاض وعدم التوازن بالارتفاع الآن الحالة الأخيرة قلنا أنه لما يكون مستوى الأجر السائد في السوق أقل من مستوى الأجر توازني وكان هنا عندنا الطلب على العمل أكبر من عرض العمل يعني الناس اللي بيتطلب العمل أكبر من الناس اللي بتطلب أن الناس تشتغل عندهم أو بتدير طلب على العمل أكبر من أن الناس اللي عرضين نفسهم إلا هما يخدموا أو يبقوا يشتغلوا وفي هالحالة هذه بتصير نوع من المنافسة بين التجار ورجال الأعمال علي زيادة الأجر النقدي وطبعا بتبات مستوى الأسعار لما تتبت مستويات الأسعار في مستوى معين يزيد الأجر الحقيقي للعمال وطالما أن الأجر الحقيقي يزاد يقل الطلب على العمل ويزداد عرض العمل إذن بزيادة الأجر الحقيقي يزداد عرض العمل يعني الناس هتعرض للعمل أكتر من أنها تطلب العمل إلى أن يرتفع الأجر الحقيقي مرة أخرى ويصل إلى المستوى التوازني إمتاعه اللي يتساوى فيه أو يتساوى عند الطلب على العمل مع عرض العمل هذه هي الحالات اللي تحدث بين الطلب الكلي وتوازنه مع العرض الكلي والطلب الكلي التاني وتوازنه مع العرض الكلي ولاحظنا كيف الأسعار هنا بترتفع وتنخفض كيف نقاط التوازن موجودة بين الطلب الكلي الأول والعرض الكلي الأول العرض الكلي اللي هو تابت أو عديب المرونة اللي هو موازي للأسعار ولاحظوا التوازن التاني كيف يحدث بين الطلب الكلي التاني والعرض الكلي اللي هو نفسه الأول اللي بيحدث فيه اللي قلنا عبارة عن منحنة عظيم المرونة أي أنه مهما زادت أو انخفضت الأسعار لا يتأثر هذا المنحنة زي ما خدينا زمان في طلب عديب المرونة وعرض عديب المرونة إن الأسعار مهما زادت ونقصد عندي كمية معينة أنا حناخدها نفس الشيء هنا مهما زادت الأسعار أو انخفضت فعندي مستوى معين من الإنفاق اللي هو Y1 وY2 طبعا بتمثل الدخل النقدي أو الدخل أو الإنفاق بيمثل السعر الثاني والإنفاق الثالث اللي هو Y3 هنا بيمثل B3 السعر الثالث وهكذا مستمرين في هذه السلسلة طبعا أمامنا الشريحة اللي بتوضح كيف يحدث التوازن بين الطلب على رأس المال اللي هو الاستثمار وعرض رأس المال إلى الدخار إحنا تحدثنا في الشريحة السابقة عن التوازن بشكل عام وبشكل مختصر لكن أمامنا الشريحة وتبين الكلام اللي إحنا قلناه فاللاحظوا في الشكل اللي موجود أمامي المحور الأفقي يمثل معدلات الاستثمار والإدخار والمحور العمودي يمثل معدلات الاستثمار لاحظوا منحنى الاستثمار منحنى الطلب على الاستثمار أو منحنى الطلب الاستثماري منحنى سالب الميل واللاحظوا منحنى الإدخار هو منحنى موجب الميل يعني منحنى الإدخار أو منحنى عرض رأس المال اللي هو متمثل في الإدخار كأنه يمثل منحنى العرض العادي اللي هو يحدث بين البائع والمشتري ومنحنى الطلب الاستثماري كأنه يمثل منحنى الطلب العادي اللي هو يمثل المستهلك أو المشتري إذن منحنى العرض له علاقة طردية ومنحنى الطلب له علاقة عكسية منحنى العرض بتكون الإشارة متاعها موجبة لأن العلاقة الطردية هي عبارة عن زيادة متغيرات الاثنين مع بعضهم ومنحنا الطلب الاستثماري أو الطلب على الاستثمار بتكون العلاقة عكسية والإشارة سالبة لأنه متغير يخدم عكس الثاني واحد بيزيد والثاني بيومز طبعا يرى الكلاسيك أن مرونة سعر الفائدة كفيلة بتحقيق التوازن بين الادخار والاستثمار يعني لو صار فيه انخفاض أو ارتفاع بين معدلات الادخار والاستثمار هي اللي بتكون كفيلة تحقق التوازن ونرجع لنقطة الاتزان مرة أخرى سواء كان صار فيه انخفاض في سعر الفائدة من I0 إلى I1 وصار فيه فائط في الاستثمار أو ارتفاع في سعر الفائدة من I0 إلى I2 وصار فيه فائط في الادخار اللاحظة هنا من الشكل اللي موجود أمامنا أنه عند سعر فائدة I0 يكون حجم الاستثمار مساوية لحجم الادخار يعني عند I0 يكون I يساوي S حجم الاستثمار اللي هو الطلب على رأس المال مساويا لحجم الادخار اللي هو عرض رأس المال هذا بيحدث التوازن الأول إذا كان سعر الفائدة صار فيه انخفاض ونزل من I0 إلى I1 أقل من سعر الفائدة التوازني متاعه فهناه شم بيصير؟ الطلب على الأموال المعدة للاستثمار أو الجاهزة للاستثمار يكون أكبر من عرض الأموال المعدة للإقراض اللي احنا بنقترضه بها طبعا هذا هيكون فيه في نقطة اللا اتزان اللي هي من I0 إلى I1 هيكون فيه فائض في الاستثمار فائض في الاستثمار أو فائض في الطلب الاستثماري هذا بدوره يؤدي إلى رفع سعر الفائدة بيرتفع سعر الفائدة مرة أخرى إلى أن يصل إلى مستوى التوازن الذي يتحقق أو الذي يحقق التساوي بين الادخار والاستثمار يعني بعد ما كان منخفض حيرتفع سعر الفائدة مرة أخرى سعر الفائدة لما يرتفع مرة أخرى بيوصل إلى نقطة الاتزان الأولى أو الأصلية لما سعر الفائدة بيكون يرتفع من I0 إلى I2 يعني النقطة الأخرى لسعر الفائدة إذن هنا ارتفع فوق مستوى التوازن العادي فهنا من الطبيعي جدا أنه سيكون فيه فائض في الادخار يعني المدخرات عندي أو المدخرات عند الناس ستكون أكثر من الطلب الاستثماري علاش؟ لأن سعر الفائدة مرتفع طالما سعر الفائدة مرتفع إذن هذا ما يشجعش الناس على أنها تستمر أو أنها تدير طلبات استثمارية أو تشجع الاستثمار لأن سعر الفائدة مرتفع إذن الطلب الاستثماري بيكون منخفض لأنه فيه علاقة عكسية ما بين سعر الفائدة والاستثمار أو بين الطلب الاستثماري طالما سعر الفائدة مرتفع والطلب الاستثماري انخفض إذن الفلوس الموجودة عند الناس اللي ما دروش بها استثمار إذن هنا حتتجه إلى المدخرات يعني الناس حيتوجهوا إلى ادخار ومو اكتنازهم لهالمبالغ النقدية هذه طالما أنه صار فيه اكتناز إذن حيكون فيه فائد في الادخار وعجز في الاستثمار عكس الحالة الأولى اللي هي سعر الفائدة بيكون فيها منخفض أقل من نقطة التوازن حيكون فيه فائد في الاستثمار فائد في الاستثمار لأنه سعر الفائدة منخفض إذن هذا مشجع على الطلب الاستثماري بيكون الطلب على الاستثمار مرتفع طالما صار فيه فائد في الاستثمار إذن الناس كلها فلوسها اتجهت إلى الاستثمار والطلب الاستثماري وبالتالي الفلوس الموجودة في الادخار أو المدخرات النقضية الموجودة عند الناس كلها ستتجه إلى فائد الاستثمار إذن حيبدأ هنا في عندي فائد في الاستثمار وعجز في الادخار الحالة الأولى هذه عكس الحالة الثانية اللي حكينا عليها تول إذن I0 سعر فائدة منخفض استثمار مرتفع هيحضت فائد في الاستثمار وعجز في الادخار الآي 2 سعر فائدة مرتفع استثمار منخفض هيحدث فيه فائد في الادخار وانخفاض في الاستثمار الآي 0 هيحدث فيه توازن ما بين الآي الاستثمار والإس الادخار أي أنه لا يوجد فائد في الادخار ولا عجز ولا يوجد فائد في الاستثمار ولا عجز هذا الشكل اللي وضحنا فيه كيف يتم التساوي ما بين الطلب على رأس المال في الاستثمار وعرض رأس المال الادخار بعد ما خدينا النظرية الكلاسيكية وتعرفنا على أجزاء في النظرية الكلاسيكية عرفنا نظرية الكلاسيكية من هو العالم اللي برز في النظرية الكلاسيكية وتحدثنا عن منحنا العرض الكلاسيكي في الأمض الطويل تحدثنا عن التوازن في سوق السلع والخدمات وتحدثنا عن التوازن في سوق رأس المال اللي هو قصدنا به سعر الفائدة والاستثمار أو علاقة الاستثمار بالادخار ننتقل الآن إلى النظرية الكنزية طبعا النظرية الكنزية هي عبارة عن نظرية حديثة نظرية حديثة عكس النظرية الكلاسيكية اللي هي نظرية قديمة جاءت أفكار هذه النظرية رافضة لأفكار النظرية التقليدية حيث أن العرض لا يخلق الطلب دائما وأنه لا توجد قوة تلقائية تعود بالاقتصاد إلى حالة التوازن وإلى حالة التوظف الكامل يعني هنا المعتقدات اللي مديرينها في النظرية الكلاسيكية أو معتقدات اللي كانت عندهم في النظرية التقليدية أو نسبة إلى قانون ساي أو العالم الاقتصادي ساي هنا جاءت النظرية هذه عكسها طبعا النظرية التقليدية والكلاسيكية كانت ماشية ومتداولة في العالم إلى غاية أن حدث الكساد العظيم بعد أن حدث الكساد العظيم في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هنا في تغيرات واكتشفوا أنه ليس دائما العرض يخلق الطلب فهنا الأفكار من نظرية الكنزية جدت رافضة وبشدة لأفكار نظرية التقليدية أو الكلاسيكية فقالت أنه ليس ديما العرض يخلق الطلب لا أنه توجد قوة تلقائية قالت أنه لا توجد قوة تلقائية تعود بالاقتصاد إلى حالة التوازن وإلى حالة التوظف الكامل يعني هما قالك أنه دائما الاقتصاد يعمل في حالة التوظف دائما العرض يخلق الطلب كل إنتاج وكل منتوج وكل كمية معروضة يكون لها طلب ويكون لها كمية مطلوبة وهذا في النظرية الكنزية طبعا ترفض الكلام هذا أو مرفوض في النظرية الكنزية لأن أتبت الكلام هذا أتبت العكس فيرى الكنز أو المفكر الاقتصادي أو العالم الاقتصادي كنز اللي نشأ وبرز في النظرية الكنزية بأن الاقتصاد قد يصل إلى التوازن الكامل في وضع أقل من وضع التوظف الكامل كيف هذا طبعا منافع للنظرية الأولى كذلك يرى بضرورة تدخل الدولة لعلاج النظام النقدي أثناء الأزمات الاقتصادية لأنه لما تحدث أزمات اقتصادية على مستوى الدولة فإذا هنا لازم الدولة تدخل لا تخليش النظام التجاري أو الأفراد هم اللي يشتغلوا على النظام النقدي لأن هذا على مستوى دولة فضروري أنه هو تدخل الدولة من خلال فرض الضرائب والإنفاق العام وسحب السيولة من السوق طبعا الضرائب والإنفاق زيادة أو انخفاضة سحب السيولة يعني بتخلي السوق ما فيه شيء سيولة كذلك تفرض نفسها الدولة من خلال السياسات الاقتصادية المتبعث وكانت سياسات مالية أو نقدية ليستوجب اتخاذها في ذلك الوقت أو في ذلك الآن إذن من ضمن افتراضات كنز الرافضة للنظرية الكلاسيكية أن التوازن الكامل يحدد في وضع أقل من وضع التوظف الكامل كذلك يرى ضروري تدخل الدولة لعلاج النظام النقدي أثناء الأزمات الاقتصادية لأن هنا التوازن ممكن يصير في وضع أقل من وضع التوظف الكامل لأن الافتراضات متاحهم أن التوازن دائما حتى إن صار فيه عجز أو صار فيه انخفاض في الطلب يعود تلقائيا إلى وضع الأصلي أو توازن الأصلي ويحدد التوظف الكامل فطبعا هنا الأفكار متاع النظرية الكنزية أو أفكار العالم الإنجليزي كنز جاءت بناء عليه تجربة أو جاءت بناء عليه تجارب ما هو موجود في السوق أو ما هو متداول ومتعارف عليه هذه بالنسبة لي كأفكار للنظرية الكنزية وكعالم للنظرية الكنزية اللي هو العالم كنز والآن ننتقل إلى منحنى العرض الكنزي طبعا منحنى العرض الكنزي هو عبارة عن شني هو عبارة عن منحنى موجب الميل علاش؟ لأن يعكس العلاقة الطردية ما بين السعر P والكمية المعروضة Q أبناءنا الطلبة لو تتفكروا في المقرر الدراسي مبادئ اقتصاد 1 المية و 10 لو تتفكروا في منحنى الطلب ومنحنى العرض منحنى الطلب كان عندنا منحنى يمثل علاقة عكسية وهو دميل سالب لأنه يمثل العلاقة العكسية ما بين السعر والكمية المطلوبة لأننا نتحدث عن الطلب فإذا هو يمثل الكمية المطلوبة منه مع السعر زاد السعر نخفضت الكمية المطلوبة نخفض السعر زادت الكمية المطلوبة أما منحنى العرض فهو يمثل العلاقة الطردية ما بين السعر والكمية المعروضة زاد السعر زادت الكمية المعروضة لأن الطلب بيقل والكمية المطلوبة بتنقص بيزيد السعر بتزيد الكمية المعروضة بينخفض السعر بتنخفض الكمية المعروضة وقلنا أن الأسعار والكميات بتشتغل في نفس الاتجاه في العلاقة الترضية أما الأسعار والكميات في العلاقة العكسية في منحنة الطلب بتشتغل عكس بعضهم سعر ارتفع كمية مطلوبة انخفضت سعر انخفضت كمية مطلوبة زادت لأنه علاقة عكسية والإشارة سالبة أما العلاقة الترضية فهي تمثل الإشارة الموجبة المتغيرين يشتغلوا في نفس الاتجاه إذن منحنة العرض الكنزي هو عبارة على نفس فكرة منحنة العرض اللي احنا اختناه في نظرية العرض في مبادئ اقتصاد واحد حيث أنه هو يمثل منحنة موجب الميل شو معنى موجب الميل؟ أنه عندي علاقة ترضية ما بين المتغيرين شو هم المتغيرين؟ المتغير الأول السعر P والمتغير الثاني الكمية Q الكمية المعروضة طبعا زاد السعر حتزيد الكمية المعروضة حتقعد البضاعة عندي لأنه ما فيش طلب عليها انخفض السعر حتنخفض الكمية المعروضة طبعا انخفاض السعر بانخفاض الكمية المعروضة لأنه سيبدأ في سعر عليها طالما انخفض السعر سيبدأ في الطلب عليها واللاحظوا أن منحنة العرض الكنزي هو عبارة عن منحنة عكس منحنة العرض الكلاسيكي لأن منحنة العرض الكلاسيكي في المدى الطويل يمثل منحنة عمودي للمحور الرأسي اللي في الأسعار أما لأنه طبعا الكميات المعروضة تابتة مهما زادت الأسعار فعندكمية المعروضة لانين بناخدها او بنعرضها تابتة أما منحنة العرض الكنزي زادت الأسعار حتزاد كميات المعروضة انخفض الأسعار حتنخفض كميات المعروضة وهذا طبعا تفسيرة واضح جدا من خلال نظرية العرض اللي احنا اخذناها في المقرر الدراسي مبادئ اقتصاد 1-110 ننتقل الآن إلى الشريحة التالية اشتركوا في القناة 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 الاستاذ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة